اولا خليه يقول مرحبا لكل الشعب التونسي الحبيب وبقول فعلا حبيب لانه احب ونحب هكذا استقبلتنا الفنانة نجوى كرم بالعتابة والميجانة بصوتها الآتي من هناك من نبنان المحبة كان النقاء في بيتها بل في بيت العائلة فهي تعيش بينه احتضن موهبتها ونجاحها وفي حديثها عن هذه العائلة تقول اكيد وقوفهم حدي كتير كتير مهم هو عامل اساسي بنجاحي وبقول لك انه كتار تهجموا علي باغنية ما حدا لحدا انه اكتر وحدي نجوى كرم عائلتها حدا والصحفيين كل الوسائل المسموعة والمرئية والمكتوبة كانوا الى جانب نجوى كرم فليه غنت ما حدا لحدا بقول لهم مش بيدافع شخصي لاني انا شخصيا عايشي هالحالي لا لانه شفتها بالواقع بس اهلي فعلا هنه دافع نجاح الي يكفي انه المشكلة اللي بدي واجهها فنيا بان ما توصلي بتكون يعني بتوصل لاهلي بالاول وبان ما كانت توصلي ما بيوصلي منها لنثرات يعني الشيء القليل بياخدوا عني حمل كتير كبير وهذا اقل شي بيقدري يعني يثبت وجود الفنان ويعطيته مقنيني والراحة ما حدا لحدا يا حبيبي ما حدا لحدا الايام علمتني اني ما صدق حدا ما تقلي قلبك الي ولا تقلي روحك الي للك انت ملكك انت منه لحدا ما حدا لحدا موضوع اجتماعي يمكن كتار او البعض من الناس افتكروا انه شيء سلبي انا حسيتها من صميم الواقعي اللي احنا عايشينه واخدت اكتر اصريت اني اخد هالاغنية وغنيها لما كنت اخر مرة باماركا وحبت بدي اقول قصة بسيطة خلتني اني فعلا بكل اندفاع غني هالاغنية لما كنت باماركا سنة ال96 تلاقيت بانسان عادتوا انه يكون كتير سعيد وفرح وبيفرح الاخرين لقيتوا كتير عابس وزعلان قلت له مش علاعاتك زعلان وحزين شو قصتك قلي بتتصور يا نجوة هالايام واحد ما قادر يطيق امه بالبيت قلت له كيف هيدا قلي شاب مزوج جديد عمره 35 سنة رافض انه امه تضل معه بالبيت قلت له كيف رافض انه امه تضل معه بالبيت قلي تزوج جديد ومش مرتاح انه امه موجودة بالبيت اضطرده من البيت انت شو ما وقفك معه مساجلي قلي ممكن تسجلي له كلمتان ليرجع يرجع امه على البيت قلت له لا لانه الانسان لي ما عنده بقوي على امه يلي ربطه كلها سنين وضحة كرماله ما ممكن يقسره فيه كلمتان من فنانة غريبة عنه فهزني هالموضوع قلت اذا الشاب يلي ربطه امه مش لا امه مين بد يكون لامين يمكن فيه كتير ناس بعدها بعد الناس لبعضه وديني بألف خير بس هزني هالموضوع كونه الفن رسالة حبي يتوجه رسالة للناس باغنية ما حدا لحده اذا اعتبروه شوي سلبية خليه تعلم عندهم علامة انه مرت التاني خليه يكونوا لبعضهم ورحرن للناس لبعضه موسيقى موسيقى لما كنت بكرتاج وذهلت فعلا لروعة اذن هالجمهور موسيقى فيه مطارح متل ما الفنان بيعلم بأذهن الناس فيه بعض المطارح بتعلم بذهن الفنان ومش ممكن تروح من المطارح يلي علمت بذهنه جوا كرام كرتاج ما قدرت انسى يوم من الايام كيف حسيت انه هالشعب رح يوقع علي لشدة الاقبال وكيف عم يردد هالاغاني حتى كنت فعلا مذهولة يعني بالمنظر فبحي شعب تونس الحبيب يلي احب نجوة كرام واللي نجوة كرام رحت على كرتاج من كل قلبة تتقابلها الشعب الحلو الفنانة نجوة كرام وانت تغني على مسرح كرتاج والجمهور تقريبا غنى كل اغانيك كلمة كلمة اكيد فيه سعادة داخلية وانت على المسرح لا توصف ما بقدر حسة او قول عبر كلمات هي احساس بس بقدر اقول الاكتر يمكن لما غنوها وعيدوني ايها وكمان ما غنيت انا كمان غنوها هني هون بحس بسعادة غريبة بحس انه نجوة كرام اللبنانية بلون اللبناني وصلت على تونس فعلا قدر فهم الشعب التونسي بلبنانيتها فعندي الفخر والاعتزاز بهذا اللون وبهذا الشعب مواصفات اللي تخليك تختارها الاغنية عن غيرها اولا لازم حس بالكلمة لازم تجسد شخصيتنا جوة كرام شخصيتي الشرقية الزحلوية وتانيا لازم تكون كلمة موضوعية واللحن لازم يترجم الكلمة لازم يجسدها الى انه تؤدى بطريقة حسب مشهد او فيلم سينمائي عم تسمعه مش عم تشوفه وتفكري وانتي تسمعي الاغنية او انتي تسجليها تفكري في تصويرها مثلا انه الفيديو كليب الان صار انتي عارفة وعندك فكرة ربما تأشيرة جديدة لتوصيل الاغنية فعلا لكن بتمنى بالبداية صورها بادائي حط هوية صوتي فيها وبعدين بفكر بفيديو كليب من بعد ما تخلص من مراحل التسجيل والتنفيذ بعدين بفكر بمرحلة الفيديو كليب يلي ما بتساهم بانجاح الاغنية لكن بتساهم بانتشارة وممكن ينحط علامة الى جانب الاغنية علامة الفيديو كليب يلي ممكن تساعدها على انها تكون رائعة بدل ما تكون انا جيدة جدا رائعة من حيث السمع ومن حيث المشاهدة او انها بتظل رائعة من حيث السمع او العكس ممكن فيديو كليب يكون كتير رائع مع اغنية كتير عادية فالفيديو كليب بقدر اقول انه ما بيلعب دور بيرفع مستوى الاغنية من حيث السمع انما ممكن يساعدها بالمشاهدة على انه تكون اغنية جيدة من حيث كل شي المرأة العربية عرفت بعنفوانة وبكبرة ان كان بالحب ولا بالتعامل مع الناس فانا من هالناس الشرقيات من هالفتيات الشرقيات يلي بعتز بعنفوانة وبشموخة والمواضيع يلي بختارها فعلا نابعة من شموخ المرأة الشرقية محبة الناس هي اللي اعطتني اني انا اكون فنانة انا حكيت على سبيل المجتمع عن الكرامة وعلى سبيل الفن محبة الناس هي كل شيء انتي مريتي بجرش ومرتي بكرتاج ومرتي بالعديد من المسارح العربية وغير العربية شكل المسرح يهمك كمطربة ممكن يساعدني اكيد لاني اقدر حس بعيون الناس اكتر طول ما انا وشكل المسرح لازم يكون استراتيجي لحتى اقدر شوف كل الناس وكل الناس يشوفوني ولما بيكون الاحتكاك من خلل الاعين مباشر تقدر تمسك الناس والناس يفرحوا فيك اكتر من انه تكون عم تغني كأنك عم تغني كسد لو كان مشاهد من المشاهدين ما كان عم بيشوف الفنان يمكن كان بيحس حاله انه بده يمل كأنه عم يسمع كسد هذا بالاضافة لانه اذا كان المدرج تقليدي وشيء يعني حلم لكل فنان هون قبل ما تفوت عن المسرح وقبل ما تشوف استراتيجية المسرح لازم يكون في رهبة مسرح ولازم يكون في اهمية لها المسرح فبالنسبة الي كانوا جرش وقرطاج وكان في مدرج سوريا بسور التشرين سنت الاتنين وتسعين هل من اهم الاعمال يلي عملتون او من الاعمال المهمة يلي اقدمت عليهم وكانوا عندي حلم الحمد لله وحققته تشجيل يبقى عنده وقفة اعتزاز لما بيشوفها الجمهور مهم اللي جوات الحفلة اذا ممكن يخلوك تكون متفاعل مع السعادة والجمال اكتر من انه نور شمس في كتار حفلات اوقات منعملون الصبح في بعض الحفلات تقام في لبنان بيقولولها صبحية يعني الصبح فمنعملها بتكون من اروع ما يكون بغض النظر عن انه في شامس برة ما ضروري بس يمكن صمت الليل بيخليك تحس انه لازم تعلي صوتك وتغني بس ضجيج النهار بيخليك يحجبك شوي عن هالموضوع بس هيدا ما بيمنع انك اذا كنت جوات صالة مضواية مضواية ما بتعود تعرف اذا في ليل ولا في نهار المهم الجمهور اذا كنت بتقدر تساعده ولا يساعدك